السؤال ده مش مقصود بأي حاجة عشان محدش فهم غلط يعني احنا بنقول انه كان فيه كل الخبرة لما أصيب الشناوي قالك نا هنجيب أبو جابل هنجيب فلان هنجيب أخيرا هنجيب أبو جابل سن فالي طبعا لكن مصطفى شبين لما لاب أسمت نفسه وتتبت وكلكم بتكلموا عنه ما شاء الله وبيطلع كور تدل عنه هو لعيب متأسس مع عودة محمد الشناوي ربنا يرجعه بالسلامة والموسم ده خلاص الدرب بالنسبة له يعني الولد طالع مصطفى شبير وراكب انت فهمت السؤال فضل ما اعتقدش يعني انه هو يلعب مين اللي يلعب للأسف مصطفى شبير صعب انه هو يلعب في وجود الشناوي مهما كان الشناوي عنده خبرات وعنده رصيد كبير جدا مع النادي الاهلي وجاميري النادي الاهلي بس مصطفى محبوب كمان رغم تقلق مصطفى ورغم انه هو يعني اكثر من جيد كمان لكن الشناوي حارس مرمى منتخب مصر الاول حارس النادي الاهلي الرصيد الكافي اللي عندهم بالبطولات وتحط في مواقف صعبة كتير مع النادي الاهلي فاعتقد الشناوي اه طبعا مصطفى دي بقى مشكلة ليه دي مشكلة يا جماعة انه هو دي مشكلة كبيرة بعد ما عيلي قوي هتلاقيه بينزل تاني هنا بقى مدير فني هل قدي الاتنين زي بعض وحصلت قبل كده خلي بالك يا ناصر عندنا في الزمالك عبواحد وعبونصف لو تفتكر ده كان بياخد مطش ومطشين مع ان انا مش يعني مش من بس لما الحضر وعبدالواحد راحوا مع بعض قال لك انا وديكسان ما نجتماش في مكان علشان علشان مع الاحترام يعني لا لا عشان الاتنين كان جوم كبار قوي اه و جاي على عبدالواحد كابتن النادي الزمالك وكابتن عبدالواحد كان في الفترة دي بس كمان عبدالواحد كان الحضر مفيش شك بس الحضر الجاي امتى وازاي خصوصا من النادي الزمالك ساعتها ما كانش بيكسب فدي برضو كانت نقطة بهم المكسب كابتن بيدار حاجات كتير المكسب بيخليك تشتغل المكسب بيخليك تلع طب هي بوضع مصطفى ايه بقى كابتن شريف يعني النهاردة ما ما شاء الله طالع ومثبت اقدامه وانا متوقع وعتقد انتوا متوقعين معايا انه هو ما شاء الله لانه واخد الثقة واعصابه ما شاء الله هو اكبر جامدة طب الوضع ايه بقى ايه يعني الولد بعد اما يعني انتعش هذين انتعش الكبرى رأيك ايه؟ انا مصطفى خليني اقولك كابت ان انا قريب منه لانه اشتغل معايا الثلاثة اربعة متشاطة السيزون اللي فات لانه كان بينزل يشارك بص بقى عقلية مصطفى هرجع لعقلية ولانه ده مهم جدا مصطفى احنا اصغر من سنه وما كانش ينزل عادي براحته قالوا لك لا انا عايز انزل لها لعب متشاط مع الفريق الشباب تحت اشان اعدي نفسي واجهز نفسي واغد ايه فورمت متشاط نزل لها اربع معايا اربع متشاط منهم متش الزمالك وكسبنا والحمد لله اربع متشاط كسبناه وهو موجود معايا يعني انا بكلمك ليه بقى على النقطة دي العقلية بتاعته بص هو عايز ايه طيب مصطفى لما لعب شو بير مصطفى لعيب هيكتسب خبرات انا مع كابتن طارق تماما في كل الكلام اللي قالوا انش ناوي خبراته وطولاته ويرجع لازم يبقى له مكانه ده طبيعا ولكن لما مصطفى يلعب ويكتسب ثقة الجهاز الفني والجمهور بالمنظر ده والدعم الكبير الليه محدود ليه ليه مش تعاطفا معاه لا ده ليه مجهوده الشخصي وبإمكانياته وبقدراته جمهور مع ربس التواطف كانت انه هو مكتهد جدا ومنضابط جدا هتقعدوا على الدكة انا كشريف عفضيل؟ لا طب مال هتعمل ايه؟ هشاركوا لان هو انت عشناوي هياخد لان خلي بالك احنا انا بيبقى بتفتكر ان الشناوي هيوافر ان يلعب ماتش يوعد ماتش بس اجابت ان الكرة كلها متغيرات مفاش ثوابت لازم قاعدة الكرة كده بس احنا بتروح في حتة زنقه هتروح بقى راجع على شخصية المدرب وقدراته لما يبقى عندي لعيب توب وفورمة زي مصطفى شبير ريجع الشناوي هو انا هينفه هيرجعره جامل لعبه على طول هياخد وقت يا سيدي قاعد ماتش ماتشين ثلاثة وبعدين لعيبه وبعدين انا بالنسبة لي برضو هيبقى فيه ده هيلعب في بطولة وده هيلعب في بطولة لا صحيح نلعب في بطولة ده نروح بقى ايه؟ نلعب في الرمضان لا اه ليه بالعكس كما انت قلت عبواحد اهو كان بيبقى ايه الشناوي يا كابتن انا مش مع عقلية انه السبات فرهم دي جد سهولة فراص المرمى بالذات لو انت خليته يلعب ماتش وماتش مش كويسة ليه بقى؟ انا لعبت الماتش ده كويس الماتش انا عارف ان انا مش هلعب انا هيل نفس ليه في التبريق بطولة بطولة مثلا فيه عندك كاس كابتن شريف انت بتلعب الدوري الدوري هتتلعب فيه مثلا اربعتاشر اسبوع عشان ابتدي الكاس هيكون الزبون تلج مشكلة مشكلة اصلا المشكلة انه هو الولد ما شاء الله هو اكبر تقلق وزي ما قالت كابتن وانت قلت الشناوي هو الشناوي الزبط فهل الافضل بقى اذا جيه عرض للشناوي يعني بديكم اخرج في المملكة العربية السعودية او كده او كده الاهل يقبل هذا العرض خصوص انه كان مصر على ده يعني ويبقى هنا يعني حقا للموضوع ولا لا لازم الشناوي يستمر تكريما للشناوي يروي ندل الاقي يوفقله يوفق مين الشناوي انه هو يدعق الشناوي قدم علي النادي الاهل وصنع بطولات كثير وخلاص اخره واي لعب سنة 3 يعني بعدها النادي الاهل اعتقد انه جيدا انه يخرج ويبقى يبقى حله مردي ويبقى مردي لكل الناس ويجدع لكن النادي الاهلي لازم يدور على على حرس ما هي دي النقطة ما جاب الزنفالي الزنفالي يعني حارس جيد وكل شيء أنت عايز حد نادل أهلي ماذاك ورده لقدر الله لو مصطفى حصله حاجة آه حمزة علاء بيلعف المتخب الأولمبي لكن مش هو ده اللي يقدر يشيل النادل أهلي حمزة هذا جدا اشتغل معايا برضو اشتغل معايا السنفات لأنه هو اللي كان بيلعب دي فرقته بقى 2001 موليد 2001 و2002 اللي هو المتخب الأولمبي هو ده حمزة طبعا كان بيشارك معايا حمزة ومصطفى خلاص حمزة علاء عايزة أقولها كابتن إمكانياته عالية جدا شخصيته بس يا خلي بالك أشري لعب الناشئين شيء ولعب دولي لعب منتخب أولمبي وشوفناه لاعيب مش مختلف لكن حجم حارس مرمى نادل أهلي وبنور نادل أهلي مش هيستحمل غلط أيوة طبعا عشان ناوي معلش في مسارته كان فيه أخطاء برضو عادي زائية أسر عشان يجول كيبر في الدنيا عشان أقولت الحركة يا كابتن معرض للأخطاء عنده رصيد عنده رصيد مع الجمهور هو ده الفرق عنده رصيد مع الجمهور إحنا كلنا مطلعنا لازم تقلل من أخطاءك علشان تسبت رجلك الأول وتقلل عشان أشارك الحركة أخطاءه بيبقى واضح دي المشكلة أنا بس عايز أقول يعني تأكيدنا على كلام الكابتن شريف إنه مصطفى من نوع يعني حالس الدقوب ماشاء الله عليه إحنا واخدين بيت في السخنة وورا مني على طول الشديد اللي أوراية كابتن شوبير كابتن أحمد بقى طبعا فكنا من جين مصطفى ده هو صغير وعارف القصة دي مصطفى في الجنين عنتي أنا والكابتن شوبير ونفضل نشوت فيه وقال دي كان وإيه التقوام ودخل يخش في النجيلة ويخش في السعارة الولد عنده شغف جامد نوعه بصرح فأنا يعني قدت حوار كبير على مصطفى لأنه يقول كيبر واعد ويستحق فهيستحق ده يعني فأنا تمنى أن الأهلي وكولر يشوف حل لهذه المعادلة المعادلة مش سهلة يا جماعة خالص سؤالي حضرتها حقيقة تانا أنا ياسف يعني المعادلة حضرتها أنا شايف أن دي كلها تصب في مصطفى الناد الأهلي تفتكر طبعا طبعا هو أديك دليل بسيط شفت التغييرات مبارح لما نزلت نادي الأهلي شفت لما يبقى عندك العنصر الأساسي اللي بدأ الجيم المباراة يعني هو بنفس إمكانيات الرجل اللي قاعد على البنش ده كله بيزود قيمة البطر فري البطر بيزود المنافسة بين العيب أنت كنت قلبي دفاع بصة كافتين أنا هسألك سؤال دا أنت كنت قلبي دفاع في الأهلي ولعبته باكرايت وباكليفت وباكليفت آه أنت كنت مين جنبك في قلبي دفاع أو وائل وكان جنب وقمد السيد آه طبعا وكان سعد سمير برضو موجود سعد طلع في الآخر في الآخر آه يعني بس جوابني بصراحة يعني وانت قلبي دفاع ومتقلق بيجي للك الكرة وكان فيه ميزان وبيعد وبيرقص ومش عارفه وكنت بتشوت عجل الكلام دا كل وجيه بس أنت سعد برا وجيه المدرب قال لك انت ماتش هو ماتش انت هتبقى ساتسفايد من جوا لا طبعا كيف قد السؤال لما تبقى لعيب بقى كافتين حاجة حاجة خلي بالك أنا دلوقتي بقيت مدرب كل شوية تذكر بقى لما كنت لعيب أه قلت لها دا المدير الفني دا دا شغلانا صعبة جدا لها دا شغلانا صعبة جدا جدا عايز ترد الناس دايما بتبقى فيه إيه دا كل اللعيبة عايزة تبقى في الملعب واللعيب اللعيب يعني لا يردي شيء غير ما موجود في الملعب ايما بيشوفش أخطاء أخر لا خالص لا فيش لعيب يقول أنا وحيش دا المدرب ظلامني دا المدرب وحيش بيطلع بقى كل الدفاعات بالمدير الفني سعيش يعني أنا حبيت أثير هذا الموضوع لأنها معادلة أنا شايفة صعبة جدا 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 معقدة ولا تطالع ما شاء الله الله أكبر ربنا يديمه طبعا والشناوي هو الشناوي طبعا وبالتالي المسألة هتبقى يعني حلها مش سهل أنا كمان اشتغلت مدير الفني طبعا الحل الأخير دا كويس الحل الأخير دا كويس إنه يطلع بره ويدي المصطفى شبير الفرصة مسألة مشكلة كانت برضه إن انت عايز إحنا قلنا إيه بموجود بتلازم تجيب حرص مهمة تاني طبعا أنا أخش في نفس المشكلة أيوة طبعا بفيش كده هي معضلة جديرة طيب عايز أسألك على محمد عبد المنم حابب تقول